سبب ان نعمل ساندويتش ده ايه? انا رحت مطعم فطلبتو فليتشيز تمام ساندويتش لقيتو تقريبا بمبلغ يعني بمبلغ كبير طالب المنظر الجامل ده بصوا نجوه عامل ازاي? فولو لايك وهنقول باسم الله اول حاجة معنا عرق الفليه ودي اهم حاجة ممكن نجيب حتة لحمة من وش الفاخدة لكن هتبقى شدة شوية وهتحتاج مية ميزة الفليه ان هي بتستيوى على الهوى واحنا هنقطعها رفيع جدا زي ما انتو شايفين او ان هو يبقى موجود في الفريزر شوية عشان نعرف نقطعه رفيع لو حد مش هيعرف يقطعه شايفين هيبقى بالتخن ده يدوب هشم النار بعد ما هنقطع الكمية كلها بصلايا هنقطع شرايح رفيع او جوليان على قد ما نقدر هنرفعها لان هي هنشوحها الاول هي ومع الفلفل كمان اللي هنقطعه وبعدين هنشيله هننزل مكانه باللحمة زي ما انتو هتشوفوا دلوقتي وبعدين هنزل بيهم في طاصة سخنة هرش شوية زيت صغيرين هيدوب هديهم تشوحة خفيفة وبعدين هنشيلهم بعد كده نسيبهم يرتاحوا شوية وبعدين هنزل مكانهم كمان اللحمة دي بتدي طعم حلو قوي للحمة وبتخلي طعم السندوتش حلو جدا اول ما الفلفل والوصل بياخدوا اللون اللي انتو شايفينه دوت وبيدبر البصل شوية بابدأ اطلعه وهسيبهم برا وفي نفس الطاصة هنزل بشوية زيت وحتة زبدة وهبدأ انزل باللحمة بتاعتي اللحمة مش هنزل عليها كده مرة واحدة لأ هفرد اللحمة كده واحدة واحدة عشان تاخد نفس اللون وتاخد الصدمة عشان تحفظ رؤسرة بتاعتها وهي متقطع رفيع يعني تقريبا الوش ما بياخدش ديئتين تلاتة زي ما انتو شايفين واهم حاجة الطاصة تكونش ما بتلزقش عشان ما تهريش شريح بتاعت اللحمة هنزل بالكمية كلها وهسيبها على النار مش هوطي النار ولا اي حاجة هي هتنزل المياه بتاعتها وهتستوي فيها كمان وبعد ما بتاخد اللون زي ما انتو شفتوا كده هنزل عليها بشوية ملح وشوية فلفل اصمر وهنديها تقليبتين تلاتة وبكده يبقى وصلنا للون اللي احنا عايزينه شايفين انا عايز فيها اللاسعة الخفيفة دي اللاسعة دي هي اللي بتدي الطعم كله خاصة ان احنا هننزل بالجبن عليها كمان عندي بعد كده البصل والفلفل بتوعي هنزل بيهم على اللحمة هديهم تشويحة بحيث اللحمة بس تاخد طعم البصل والفلفل وبعدين هبدا انزل عليهم بالجبنة السوس دوت فيه اربع انواع مختلفة من الاجبان سواء شيدر او رومي او جبنة صفرة وجبنة متزرلة بيبقى حلو جدا ولو مش موجود عندكم السوس دوت ممكن نستخدم شوية كريمة صغيرين واي نوع جبنة بتسيح بتدي برضو نفس الطعم المهم تبقى جبنة شيدر او جبنة حدق شوية وتقريبا كانوا بقى خلصنا اللحمة انا بس زودت هنا شريح جبنة عندي جبنة كانت عكاوي مع جبنة كمان من اللي بتسيح اللي بتحط على البرجر دي عشان خاطر الساندويتش وبرضو عشان انا بحب جبنة زيادة في الساندويتش بصراحة عندي العيش بتاع الفرنساوي زي ما انتوا شايفين هو زي المطعم بالزبط انا دقى وقت ادور عشان لقي نفس الحجم والحمد لله لقيته بعد كده هفتح الرغيف زي ما انتوا شايفين وهبدأ ادهنه بالزبدة عشان لما حطه على النار يتحمص والزبدة بديت طعم حلو قوي لما بتتشوح كمان وعلى جريل برضو زودت حتة زبدة وعلى نار هادية هحط الرغيف بتاعي وهسيبه على النار لغاية لما يدوب كده يقرمش بس وهيطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اخد اللاسعة دي اللاسعة دي بتدي طعم حلو قوي في الساندويتش وهنبدأ بعد كده نحط الرغيف بتاعنا بقى ونحشيه ونشوف الطعم هيبقى عامل ازاي شايف العيش شايف اللحمة الدنيا ساحت عالاخر ساحت عالاخر شوية بطاطس هلوينة ما بتنتمسك الرغيف الصغير ده كده كده هو شوف 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 دي مدين هاي شوف الجبنة كده في الرغيف برضو ده مش طبخ ده دي لوحة فنية دي مش طبخ شوف مع البطاطس ونقول بسم الله ونضوء طلع وهم وهم جربوه وهتدعو لي احلى من المطاعم واماكن كبيرة بتعمله كمان بوصفة سهلة وجميلة شوفوا المنظر عامل ازاي جربوها وهتدعو لي متنسوش فولووا لايك واستنى كومنتاتكم وان شاء الله شوفكم في وصفة جديدة سلام